اهلا بكم الى العالم هذا المساء نرشا قنديل هذه العنوين ايقاف نشاط جمعية الوفاق المعارضة في البحرين وتجميد ارصدتها لحين الفصل في الدعاوة المقامة من الحكومة بحلها هل هي اجراءات لبسط القانون والحفاظ على الاستقرار كما تتحدث الحكومة ام محاولة جديدة لتضييق الخناق كما تتحدث المعارضة الجبوري يقول لبي بي سي ان قوات من الحشد الشعبي بدأت بالانسحاب من عملية الفلوجة ويشير لتورط عدد من المدنيين الفارين في مسائل امنية على حد قوله يعني من مجموع 1200 هما كانوا مطلعين 400 شخص عليهم مؤشرات امنية بمعنى الثلث من هو موجود اللي جان تقول ان عليهم مؤشرات امنية بهذا الاطار نعرض المقابلة كاملة التي تطرق الجبوري خلالها لعدد من الامور المتعلقة بالعملية الجارية في مدينة الفلوجة ومحيطها تركيا تقول ان قوانين مكافحة الارهاب لن تعدل حتى وان تأثرت مسألة إلغاء التأشيرات مع الاتحاد الاوروبي ورئيس البعثة الاوروبية في انقرة يستقيل على خلفية تصريحات جدلية بشأن اتفاق المهاجرين الى اين ستذهب العلاقات المتوترة اصلا بين تركيا والاتحاد الاوروبي ومن يحتاج الاخر بصورة اكبر الان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوجه تحذيرا حاسما الى روسيا بابعادها من بطولة الامم في حال تكرار اعمال الشغب التي قامت بها جماهيرها ما تأثير قرار الاتحاد الاوروبي بتغريم روسيا وتحذيرها على اجواء المنافسات والتشجيع خلال المباريات المقبلة خاصة الحاسمة منها اهلا بكم تعليق انشطة جمعية الوفاق الوطني واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها قرار اتخذته الحكومة البحرينية بحق الجمعية التي تعد ابرز قوة المعارضة في البلاد بعد اسبوعين فقط من تشديد عقوبة سجن زعيم الجمعية علي سلمان الى تسعة عوام بدلا من اربعة بتهم اهانة وزارة الداخلية وتهديد السلم العام الحكومة تقول ان قرارها بحق الجمعية سيبقى ساريا لحين الفصل في الدعوة المقامة من الحكومة بحلها على خلفية اتهامات عدة ابرزها توفير بيئة حاضنة للارهاب غير ان انتقادات حقوقية عدة وجهت للقرار الذي جاء غداة اعادة اعتقال نبي الرجب وهو احد ابرز النشطاء ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان هل هي اجراءات لبسط القانون والحفاظ على استقرار الدولة مثل ما تتحدث الحكومة ام محاولات لتضييق الخناق مثل ما يقول المعارضون السلطات البحرينية تحتجز المعارضة والناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان نبي الرجب لمدة اسبوع بتهمة نشر اخبار خاطئة حسب لائحة الاتهام الموجهة له عائلة رجب قالت ان الشرطة البحرينية اعتقلته عقب مداهمة منزله يوم الاثنين ومصادرة حاسوبه الخاص ويأتي هذا بعد اقل من عام على الافراج عنه بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ستة اشهر كما سبق للناشط وهو مدير المركز البحريني لحقوق الانسان ان حكم عليه بالسجن لمدة عامين للمشاركة في تظاهرات قالت الحكومة انها غير مرخصة وافرج عنه في شهر ايار مايو من عام 2014 وتطالب المنظمات الحقوقية حكومة البحرين بالافراج عن رجب والتوقف عما وصفته بسياسة التخويف ويأتي هذا الاعتقال بالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابعي للامم المتحدة والتي تنعقد بعد ايام في جنيف حيث مونع العديد من النشطاء من مغادرة البحرين لحضور المؤتمر كما اصدرت المحكمة البحرينية حكما قضائيا مستعجلا اغلقت على اثره مقار جمعية الوفاق ابرز قوى المعارضة في المملكة وتحفظت على اموالها وعلقت جمع انشطتها ويأتي هذا بعد اسبوعين من تشتيت عقوبة سجن زعيم الجمعية علي سلمان لتصبح لمدة تسع سنوات السلطات البحرينية قالت ان الجمعية تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وتوفر بيئة حاضنة للتطرف وتواجه البحرين موجة من عدم الاستقرار منذ عام 2011 تخللتها التظاهرات وبعض الهجمات على الشرطة وقد لعب المعارض نبيل رجب دورا بارزا في التظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي قمعتها السلطات البحرينية آنذاك بمساعدة قوات من السعودية والإمارات حيث يشكو المسلمون الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في البحرين من التمييز ضدهم من جانب الحكومة التي يسيطر عليها السنة ولا يزال عدد من قيادات المعارضة والنشطاء الحقوقيين قيد السجن بينما أسقطت الحكومة الجنسية عن بعضهم وقامت بطردهم خارج البلاد هادي العلوي بي بي سي للنقاش ينضم إلينا من المنامة دكتور محمد مبارك جمع الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة أخبار الخليج أهلا وسهلا وهنا في الستوديو الأستاذ علي الأسود نائب السابق في كتلة الوفاق البحرينية المعارضة أهلا وسهلا وسهلا تنويه فقط أنه فشلنا في الوصول إلى أي مصادر حكومية على الرغم من المحاولات طوال هذا اليوم لأسباب غير مفهومة لكن على أي حال أدير النقاش الليلة بتوازن قدر المستطاع دكتور محمد ما حدث هو أن التزامن أو التواطر لما حدث مع الشيخ علي سلمان وإعادة احتجاز نبي الرجب والإفراج عن زينب الخواجة وبعدين مغادراتها إلى الدنمارك إلى جانب جمعية الوفاق اليوم ما الرسالة المراد إرسالها من وجهة نظرك كمراقب؟ يعني في البداية أود أن نعلق فقط على بعض النقاط التي وردت في التقرير هناك العديد من المغالطات للأسف الشديد في مقدماتها الإشارة إلى القوات السعودية والإماراتية بأنها دخلت إلى البحرين لكي تقمع ما يسمى المتظاهرين وهذا خطأ تام في واقع الأمر أن تقرير لجنة تقص الحقاق أشار بشكل واضح والذي اعترفت به جميع المنظمات الدولية وأيضا المجتمع الدولي أشار بشكل واضح إلا أن هذه القوات لم تتدخل على الإطلاق في أي مواجهات مع المتظاهرين أو غيرهم أو المحتجين هذه نقطة النقطة الأخرى أن ما يسمى بالأغلبية الشيعية في البحرين هو أيضا أمر خاطئ ولا يستند على أي إحصاءات موثقة وصحيحة مملكة البحرين لا توجد فيها إحصاءات تفرق ما بين السنة والشيعة وتتعامل مع جميع مواطنها ككتلة واحدة وبالتالي فإن الحديث عن أغلبية الشيعية في البحرين هو أيضا أمر مغلوط وأتمنى أن يتم تصحيحه مستقبلا وخصوصا أنه لا يوجد أي مصدر موثق لمثل هذه المعلومات التي يتم تناقلها فقط عبر وسائل الإعلام نأتي الآن إلى سؤالك سيدتي فاضلة أعلق على حضرتك الأول واحد ما تقول حضرتك هي وجهة نظر لأن الطرف الآخر لا يرى صحة فيما حضرتك تقول هذه واحدة والثانية ليست كل التقارير الحقوقية الدولية تعترف بما تقول حضرتك وإذا أردت رد من ضيفي في الستوديو سنحصل على ذلك أو نتخطى هذه القضية إلى السؤال الأول ماذا تختار حضرتك؟ لن أتخطى هذه القضية لأنكم يفترض أن تكونوا شبكة محترمة وأيضا مهلية وبالتالي ما تفضلت بك؟ نحن خارج سياق التلاسن فخليني أحصل من حضرتك على رد كي لا أكون أنا طرف من الأستاذ علي الأسن يعني فكرة تدخل أو مشاركة إذا كانت البحرين لا تحتاج إلى قوات درع الجزيرة الإماراتية والسعودية فلماذا جاءت داخل البحرين؟ شاهدنا وجود قوات دولية من قبل دول مجلس التعاون في داخل البحرين وشاركت هذه القوات بشكل أو بآخر المعركة ليست صفوف أمامية المعركة بها درجات من هذه الصفوف وجاءت هذه القوات لمساندة حكومة البحرين ولا تزال على الأرض اليوم هذه نقطة ثانية هي أغلبية من الأحصاء؟ لا أنا لست ما نتحدث الـ CIA إذا كان حديثي هو حديث معارض أنا لست هنا اليوم لأثبت أن الشيعة في البحرين هم أغلبية الشيعة اليوم في البحرين هم مهمشون هم أغلبية في الأصوات لديهم تمثيل 64% حصلنا في العام 2010 على 64% من الأصوات وتم إعطاؤنا 43% من المقاعد في البرلمان وأعتقد أن هذا أحد المصادق لهذا الوجود ولا يمكن تغيير التركيبة الديمغرافية حتى بالتجنيس السياسي الحاصل بالتالي دكتور محمد مبارك أكبر إثبات على أننا شبكة محترمة أن حضرتك على هذه الشاشة وأن الضيف الآخر يرد على حضرتك وبالتالي هناك توازن موضوعي هل نعود إلى السؤال الأول لو سمحت هذا التزامن مع الخطاب السياسي الحاصل ما الذي يحاول إثباته ما الرسالة المراد إرسالها المسألة يا سيدة الفاضلة مع تحفظ التام على ما تم إثارته والحديث عنه المسألة هي مسألة أمن قومي بالنسبة للبحرين وليست مجرد شعارات ترفع من قبل بعض النشطاء أو بعض العناصر في جمعية الوفاق إن جمعية الوفاق منذ تأسيسها عام 2001 وحتى اليوم وهي عبارة عن جمعية إيرانية بنسبة 100% تمثل المرجع الإيراني في البحرين وقد أضرت بأمن واستقرار البلاد وقامت بتقسيم المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وبالتالي فإن جمعية الوفاق قد شكلت تهديدا كبيرا جدا لأنسيج الاجتماعي في مملكة البحرين ويكفي فقط أن نشير إلى أن هذه الجمعية لديها مرجع يمثل المرشد الإيراني علي خامنأي في البحرين وهذا أمر مرفوظ ليس من الناحية المدنية فقط وإنما أيضا من الناحية الديمقراطية والسياسية والأمنية إذا كانت تشكل كل هذا الخطر لماذا الآن تحديدا بالتزامن مع ما ذكرت أنا من أحداث لقد تلقت جمعية الوفاق العديد من الإنذارات سواء من وزارة العدل ومن مكتب الجمعيات السياسية بشكل مستمر كما خضع عدد من أعضائها إلى التحقيق وإلى المحاكمات ومع ذلك استمرت وأرادت مملكة البحرين أن تمنح هذه الجمعية الفرصة الكافية حتى تعود إلى الطريق السوي وتعمل بشكل وطني مثلها مثل أي جمعية أخرى في البحرين لكي أن تعلم يا سيدتي الفاضل أن البحرين ليست فقط عبارة عن جمعية الوفاق البحرين بها أكثر من ستمائة منظمة ومؤسسة أهلية ومدنية تعمل الحديث عن أن جمعية الوفاق تمثل الطيف الأكبر من مملكة البحرين هذا شيء خاطئ والدليل على ذلك أن الانتخابات الأخيرة رغم مقاطعة جمعية الوفاق شاهدت نجاحا بنسبة 52% وهما يدحظ كل مزاعم التي تتحدث عن أغلبية تمثلها هذه الجمعية التي لا تمثل سوى الصوت الإيراني فقط الذي يمثل مزاعما وأطماع في مملكة البحرين وفي دول مجلس تعاون الخليجي طيب أستاذ علي الأسود كيف تعاقب على هذا الطرح يعني عن أي طرح الفكرة أن جمعية الوفاق هي جمعية وطنية بامتياز حدثت بينها وبين أجهزة الحكم مختلفة العديد من الحوارات استقبلها ملك البلاد في أكثر من مرة تحدث معها في أكثر من مرة التقى مع أمينها العام الذي حكم عليه الآن في سجن بتسع سنوات بتهم ظالمة بشكل أساسي وأعتقد أن الأجندة التي تمارسها السلطة اليوم هي ليست أجندة محلية إنما هي هذه الأصوات التي نسمعها تلعلع بهذه الشكل هي أجندة خارجية أعتقد أنها تستند إلى القوة التي تأتي من الجارة الكبرى في دول الخليج بشكل أساسي وليس لها أي واقعية الجمعية تواجه اتهامان اليوم الاتهام الأول هو أن الحوار لم يفضي إلى شيء بالعكس هي كانت متشبثة بأرائها تسعى إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من وجهات النظر والمكاسب التي هي تراها حصلت عليها سواء في البرلمانات قبل أن تعلق الكتلة أو فيما بعد ذلك في الحراك الذي بدأ في 2011 والثانية هي أن هناك قانون يحتكم إلهي في البحرين ومحكمة السلامة التي كانت تنتقد تغيرت تشكيلاتها وبالتالي ليس هناك من حجة إذا نصح التعبير تغيرت الغرف ولكن ذات القضاة أنفسهم الذين كانوا يحكمون في السلامة الوطنية هم يحكمون الآن في المحاكم المدنية وبنفس العقلية وبذات الطريقة ولكن الفكرة الرئيسية فكرة الحوار إذا أعود لها اليوم التهم التي جاءت بها وزارة العدل قبل سبع دقائق من بدء المحكمة تم استلام وثيقة استدعاء لجمعية الوفاق في مبنى الوفاق وبعد ساعة ونصف أو أقل من ساعتين تم إصدار حكم مسبق مكتوب وضح ذلك من خلال كل ما نشر في الصحف الرسمية الحكومية وعبر هذه الأصوات التي تتحدث بالنيابة عن الحكومة والنيابة عن السلطة وفي نفس اليوم الذي تستغني وفي نفس اليوم الذي يمكن أن تفكر أن تغير هذه اللغة سوف تستغني السلطة عن هذه الأصوات فإن حضرتك أطلقت عبارة الآن ينبغي للدكتور أو ينبغي علي أنا أن أمنح الدكتور الفرصة للرد عليك دكتور سيدة الفاضلة فقط من الأمور المضحكة أن جمعية الوفاق نفسها حينما شاركت في انتخابات عام 2010 ظهر أمينو أهل عام ومن خلال أيضا بي بي سي ووصف نتائج الانتخابات بأنها ديمقراطية ونزيها نفس القضاء الذي يتحدثون عنه اليوم ويصفونه بأنه قضاء سلطوي وأنه نفس العقليات التي تحكم هو نفس القضاء الذي أدار وأشرف على انتخابات عام 2010 التي حينما شهدت جمعية الوفاق بأنها نزيها عادت لعام 2011 لا تقاطع رجاء أرجو أن تلتزم آدم الحوار أنا من يوجه هذه المتحوذة دكتور ليس حضرتك عادت جمعية الوفاق لكي تنقلب على الدستور في عام 2011 ولا تحرض أعضاءها وجماعتها للخروج في الشارع بعد سنة واحدة فقط أو أقل من سنة واحدة من خوضهم الانتخابات البرلمانية وبالتالي كل ما يسقونه اليوم من شعارات هي عبارة عن شعارات مكرورة مغلفة في الواقع بمشروع واضح يمثل النظام الإيراني في البحرين أنا أمامي شاهد أنا أمامي شاهد الآن لا يمكن تفويت الفرصة من دون الحديث عن أنه كل التزامن الذي ذكرته لحضرتك في البداية وأردته عليه تعقيم يعني يسبق ملتقيات سيتحدث فيها مفترض شخصيات معارضة وتم منعهم من الصفر توقيت الاعتقال يبدو أنه مرتبط من وجهة نظر البعض بتوقيت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما العلاقة بين هذا وذاك لا أعلم مدى صحة معلوماتك سيدتي لا يوجد شيء في البحرين اسمه اعتقال ولم يعتقل أحد على أساس مشاركة في ممتنينات حقوقية بالمناسبة التقارير التي اعتمدتها البحرين حكومة وقيادة تقول أن هناك معتقلين رأي في البحرين وتقول على لسان أمنسي انترناشنل والمنظمات التي حضرتك استشهدت بها في البداية مذكور فيها باللفظ أن شيخ سلمان سجين ضمير سجنة لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن آرائه هذا ما استشهدت بي حضرتك أنا فقط أكرر يا أستاذة راشا يبدو أنك تخلطين ما بين الاعتقال وبين القبض الاعتقال هو مصطلح غير قانوني في البحرين هناك قبض بمعنى وجود مذكرة صادرة من النيابة العامة يجب أن لا نخلط المصطلحات القانونية في البحرين لا يعتقل أحد إنما هناك عمليات قبض إذا حدثت بمذكرات صادرة من النيابة العامة ومن تحدثت عنهم هم أناس وجدت أزارة الداخلية أو الجهات المختصة في البحرين أن عليهم إشكالات أمنية وبالتالي ربما منعتهم من السفر أو غير ذلك وإنما لم يتم اعتقال أحد أو ما تفضلت به وبالتالي أنا أتمنى في الواقع أن تقوموا بتمحيص وتأكيد المعلومات قبل أن تقوموا ببثها سواء في التقير أو في المعلومات التي تتفضلين يعني شخص قيادة معارضة صدر ضده حكم وثبت الحكم وبعدين شدد الحكم هذا قبض هذا إجراء أمام المحاكمة يا سيد الفاضل يعني أعتقد حضرتك نحتاج أن تراجع مع المعلومات لا يسمى اعتقالي أستاذ رجاء أنا لن أصبر دروس القانون هذا لا يسمى اعتقالا كان هناك منع لعدد من النشطاء المدافعين حقوق الإنسان الذاهبين إلى جنيف قبل يومين وإرجاعهم من مطار البحرين الدولي إلى بيوتهم وبعد السؤال والتحقق إدارة الهجرة والجوازات قالت بأنها لم تمناع ولكن يبدو أن جهاز المخابرات هو من يمنع ومن مناع هذا المسافر أتحدث عن معلومة مؤكدة وأعتقد أن الفكرة الأساسية كانت في بدء دورات مجلس حقوق الإنسان بالأمس وحينما تم اعتقال الأستاذ نبير رجب أيضا صباح الأمس من أجل تهمة اليوم وجهت له حبس لمدة سبعة أيام بعنوان بث أخبار كاذبة السلطة هي من تبث الأخبار الكاذبة وأبواط السلطة هم من يتحدثون بشكل مستمر عن اتهام المعارضة بتبعيتها لإيران والمعارضة تقول وبضرس قاطع أن مطالبنا وطنية نحن لا نتحدث عن أفكار جئة بها من الخارج إذا كان هناك ثمة خلاف بين البحرين وبين إيران ولا أعتقد أن هذا الخلاف حقيقي بالمناسبة بين البحرين وإيران وإنما البحرين هي تلعب دور خارجي بالنيابة عن دول خليجية أخرى في حالة شير سلمان وفي حالة الأستاذ نبيل رجب وفي حالة زينب الخواجة هل كان الأمر قبض ولا اعتقال؟ لا اعتقال واضح المقررين الإجراءات الخاصة خمسة من الأمم المتحدة هم من قالوا بأن هذا اعتقال تعسفي هذا أمر واضح ليس أن أقول هذا الكلام الأمم المتحدة التي ينتقدها اليوم وينتقد أداءها وينتقد أمينها العام وينتقد المفاوض السامي وزير خارجية البحرين ويقول ليس لدينا وقت نضيعه من أجل الاستماع لحديث المفاوض السامي البحرين تفقد اليوم كل الأسس الدبلوماسية تفقد كل الخطاب الدبلوماسي تنتهج إلى منحا خطير هو منحا قانون أمن الدولة الذي مارسه رئيس الوزراء في العام 1975 حينما حل المجلس الوطني وبدأ بالعمل بقانون أمن الدولة ظن منه بأن هذه الأصوات ستسكت على المطالبة بالديمقراطية وظن منه بأنها ستسكت عن المحاسبة دكتور محمد هل من تعقيب في ضوء أنه حضرتك من استشهدت أولا بالمنظمات الإنسانية الدولية وثانيا بما ينبغي الرجوع إليه في اللغة القانونية من عدمه أنا استشهدت بالمنظمات التي وافقت على تقرير سيد بسيوني الذي قال بأن القوات السعودية والإماراتية لم تتدخل في مواجهات في الشارع وهو ما يخالف ما ورد في تقريركم تقرير سيد بسيوني يقول أن هناك معتقلي رأي في البحرين يقول أنه ينبغي للمئدة الحوار أن تلتائم وهو ما التزمت به السلطات البحرانية والحكومة البحرانية وأعلنت أنها موافقة على ما جاء في التقرير هذا ما جاء في التقرير الذي حضرتك تستشهد به يا سيدتي الفاضلة ما زلتم تخلطون أنا حينما تحدثت عن الاعتقال كنت أعلق على موضوع نبيل رجب وعن المجموعة التي كانت في المطار أما استشهد بالتقرير فهو فيما يتعلق بالقوات السعودية والإماراتية حضرتك تنتقي من التقرير بعض أجزاء حضرتك تنتقي من التقرير لا أنتقي من التقرير ولكن لا بد أن أمنح الوقت الآن لكي أرد في واقع الأمر أنا أتصور أن جمعية الوفاق تعاني الآن من عزلة سياسية طيب ما نحن تحدثنا عن ذلك في البداية أنا سؤالي لحضرتك وبما أن حضرتك استشهدت بأجزاء دون غيرها في تقرير سيد باسيوني يعني بغي لجوع إلى كامل التقرير الذي تحدث عن أن هناك معتقلي رأي وحضرتك قلت أنه ليس هناك معتقلي رأي في البحرين وسؤالي كان لك اليوم لماذا يزيد عدد هؤلاء من وجهة نظر من يراهم معتقلي رأي؟ من بعد التقرير البحرين قامت بالالتزام يعني إذن ورد في التقرير أن هناك معتقلي رأي في البحرين يا سيدتي أنا أتحدث عن التوصيات التي وردت في التقرير جميع التوصيات قامت مملكة البحرين بتطبيقها ولكي لا أخرج كثيرا عن الموضوع وأفقد فرصتي في أن أعلق على ما ذكره الضيف أقول بكل وضوح أن قرار تعليق أنشطة جمعية الوفاق هو مطلب شعبي بالنسبة لشعب البحرين لأن هذه الجمعية هي صوت إيراني في البحرين ومرفوضة قلبا وقالبا وجمعية الوفاق وضعت نفسها اليوم في عزلة سياسية ولن تعود إلى المشهد السياسي ولن تعود إلى المشهد السياسي طالما أنها تعمل كوكيل حصري لإيران في البحرين نعم بس هناك تحفظ حينما يتحدث أي ضيف باسم شعب من الشعوب لأنه بالتأكيد الطرف الآخر لن يوافق على هذا الطرف ثانيتين ثانيتين إذا كان هناك من التحدث عن الشعب فإنها الكتلة المنتخبة النواب المنتخبين برلمانيا نعتقدهم الأحق بالحديث واجترار الحديث عن إيران نعتقد لن يوصل البحرين إلى حل سياسي الحوار السياسي والعودة إلى العقل هو من سوف يخرج بنتائج إيجابية لبحرين لأنني تخطيت بالفعل وقت أشكركم شكرا جزيلا في الستوديو الأسد علي الأسود النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية شكرا لك أسد علي ومن المنامة الدكتور محمد مبارك جمع الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة أخبار الخليج شكرا لكم أكثر من جبهة يتواصل فيها الآن القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في محيط مدينة الفلوجة تحدثت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم عن تقدم قواتها باتجاه المدينة من أربعة محاور في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن مجموعات من قوات الحشد الشعبي المشاركة في عملية الفلوجة بدأت بالانسحاب في لقاء خاص مع بي بي سي أجراه موفدنا عمر عبد الرازق تطرق الجبوري لمسألة المدنيين الفرين من الفلوجة الذين يتم احتجازهم للتأكد من عدم انتمائهم لأي من المجموعات الإرهابية على حد قوله الإجراءات التي تم اتباع بهذا الخصوص كان عدد إلى اللحظة التي كنا حاضرين بها من هو محتجز عددهم تقريبا أربعة آلاف ومئتين يتم التحقيق من قبل لجان مختصة معهم لمعرفة هل هناك مؤشرات أمنية عليهم لولا تقريبا تنجز اللجان في اليوم الواحد ما يقارب الـ 500 شخص يتحقق معه يعني من مجموع ألف ومئتين هم كانوا مطلعين أربعمائة شخص عليهم مؤشرات أمنية بمعنى الثلث من هو موجود اللجان تقول أن عليه مؤشرات أمنية بهذا الإطار هم يتوقعون أن مكان الاحتجاز إذا استمرت عمليات التحرير للفلوجة يمكن أن يصل العدد إلى أربع وعشرين ألف محتجز إنما هم ممن نزحوا ويجب أن يتم التأكد من كون كانت لهم علاقة بالمجامع الإرهابية من عدمها اللي لاحظنا أيضا أن بعض المجامعات تحدثوا عن عمليات تعذيب وإجراءات تم اتباعها والبعض حتى ذكر عمليات قتل جرت لبعض من يعرفون هو ليس البعض هنا تقرير لجنة تحقيق محافظة الأنبار تتحدث عن 49 قتيل هذا اللي أقول لنا وتتحدث عن 643 معتقل حتى أمس غير معروفين المفقودين مفقودين من يقوم بالتحقيق أكثر من لجنة تحقيقية هو هذا العدد والرقم الحقيقة أيضا اطلعنا عليه ومن ذكرت البعض قصدت أن من تحدث كان يذكر من عائلته والبعض الآخر يذكر من أطراف يعرفهم وهكذا وهو فعلا هاي النتائج موجودة أكو لجنة محلية من مجلس المحافظة ومن المحافظة ومن قبل بعض الجهات ضمن إطار المحافظة هذه أولا هي اللي توثق وترصد وتصل إلى النتائج أكو لجنة أخرى على مستوى أوسع أمنية من الأجهزة المختصة اللي تحقيقها تدقق في طبيعة الاعتداءة الحصلة لكن نلتقينا ببعض القيادات العسكرية وبعض قيادات الحجد الشعبي في معرفة مآل هؤلاء وفي لقاء جرى في معسكر طارق بحضور رئيس الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية ونواب محافظة الأنبار في الزيارة الأولى كان الحديث حول المفقودين على وجه دقة حتى ذكروا على أن من جاء إنما هو من النساء والأطفال لم يكن هناك من بينهم رجال فإن ذهبوا هم ذكروا أنه تم استلامهم من قبل الشرطة الاتحادية ومن قبل بعض الفصائل المقاتلة من الحجد الشعبي وهناك هناك روايات لأكثر من حالة لكن بطبيعة الحال معلومات وصلت أن البعض منهم محتجز في أماكن لا زال البحث لمعرفة وجودهم بشكل واضح أعلم رئيس الوزراء بساعة الرئيس اسمح لي أن أقاطعك أنت رجل قانون بداية قبل أن تكون رئيس برلمان من هي الجهات التي احتجزت هؤلاء وأشرفت على التحقيق معهم أنا لديها معلومات موجهة واحدة ما عدد لي لو تسمح للجهات التي احتجزتهم أنا أذكر لك بناء على الروايات اللي سمعناها هم كانوا يتحدثون عن كتائب حزب الله نعم واحدة من الأطراف اللي هم التقوا بيها بحسب روايتهم البعض ذكر شيء يتعلق بالشرطة الاتحادية والبارحة كان لقاء مع الشرطة الاتحادية هم بيّنوا على أنهم لا علاقة لهم بما حصل أنا ليش أذكر القضية يعني مو واضحة بشكل دقيق إنما تحتاج إلى معرفة الطرف على وجه الدقة لكن بالمجمل معلوماتي تقول أن هؤلاء حينما وصلوا إلى القوات العراقية جرى معاهم تحقيق وأبعدوا عن ساحة المعركة لكن أهاليهم يسألون لحد اللحظة لا يعرفون إلى أين تم اقتيادهم طيب أنا سأقول لك روايتين روايتين الأولى عن وزير الداخلية عندما التقيته في القرمة قال لي على حد علمي لما يكن هناك مدنيون في القرمة عندما دخلتها قوات عصائب الحق الرواية الثانية سمعتها من الرئيس من فخامة الرئيس بالأمس وقال لي بالأمس الأول وقال لي نعم هناك انتهاكات ولكنها فردية السؤال من يعطي جهة أو جماعة مسلحة حق الاحتجاز والتحقيق مع مواطن عراقي المشكلة أنت طالما ذهبت للمعركة يمكن شهدة الملابسات وحدة القرار العسكري قد لا تكون حاضرة وبالتالي أي فصيل أو جهة أمنية قد تتخذ إجراءاتها بما تعتقد هي أنه مناسب وبالتالي قد تغيب المعلومة حتى عن قيادة العمليات بشكل واضح هذا الذي يحصل وعليه لا ينبغي أن نجهل أو نجهل وين يمكن أن يذهب مدني إذا ما تم القاء القبض عليه المفروض القيادة المركزية تعلم بذلك طبعا عندما أعطيتم موافقتكم على عملية الفلوجة لماذا لم تضعون هذا بعين الاعتبار وتشترطون أن يكون هؤلاء المحتجزين أو الذين هم موضوع تحقيق وعهدت الجيش العراقي طبعا هي وحدة من الإشكاليات التي واكبت عملية تحرير الفلوجة أن الممارسة فقط كانت تأخذ بالاعتبار الجانب العسكري البحث ليس الجانب الآخر الإنساني بمعنى ما كان أكو خطة طوارئ مفادها أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى نازحين أو ناس يحتاجون إلى معالجة وإنقاذ لم يتم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل أو تفعيل الجهات المعنية بهالجزئيات وإلا كيف يمكن أن أفهم أن البعض يموت غرق وإحنا عدنا شرطة نهرية بإمكانها أن تأتي بخطة طوارئ مثلا كيف يمكن أن أفهم أن هناك نازحين تم احتجازهم في أماكن غير مؤهلة كأصل والبعض يختنق ولماذا لم تطرحوا أنكم هذه الأسئلة تم طرح هذه المسائل إحنا القبيلة ليش نقول دائما لا يجب أن تكون عملية التحرير هي فقط عملية مجردة أن نقول من خلالها أن القوات العسكرية دخلت المنطقة أكو بعد ثاني اسمه وماذا عن حياة المدنيين الموجودين الآن في وسط الآن في داخل الفلوجة ستين إلى سبعين ألف مدني وعليه خطة الطوارئ اللي لازمة في عملية إنقاذهم يجب أن لا تقل حرفية عن الخطة العسكرية طبعا اللي أغرى القوات العسكرية ما ماذا اللي أغرىهم عملية تحرير هيت والرطبة والبغداد على اعتبار أنها كانت عمليات نظيفة ومن ثم وما تم التعرض المدنيين لم يحدث حالات نزوح كبيرة تم معالجتها بشكل آني لكن الحقيقة ما حصل بالفلوجة كان له بعد آخر طب اسمح لي أن أكون برضو يعني صريحا في هذه النقطة هل تعتبر موافقة السياسيين العرب بالسنة تحصيل حاصل يعني هل تشعرون بنوع من الخجل والحياء عن تطرحوا مخاوفكم قبل بدء العملية ومن ثم تنتظرون حتى يتكشف الأمر وتعرضون عن مخاوفكم يعني مثلا كتلة حضرتك بالأمس أو الكتلة الاتلافة التي تنتمي إليه كتلة حضرتك تطالب بإعادة النظر في التفاهمات مع رئيس الوزراء حول عملية التحرير الفلوجة خلأ أجيك بشكل صريح يعني معاناة هذه المناطق ومن يمثلهم ليس سهلة لأن أنت تنظر بين قضيتين اثنين هن أحلاهم أمر ليس سهلات بين أن تترك المدينة بيد داعش والإرهاب وهكذا والناس نازحة ورغبتك في أن يعودوا وبين أن تأتي في عملية عسكرية لابد أن تدفع ضريبتها لابد أن تدفع ضريبتها ولكن هذه الضريبة المفروض لا تتجاوز الأسس والقيم الإنسانية يعني اليوم نتحدث عن الموصل نقول لا تغسلوا رسائل سلبية إلى سكان الموصل أن ما أصاب المدنيين في الفلوجة يمكن أن لا يحفزهم حتى يكونوا عون للمحررين هذا أيضا بعد عسكري ليس بس بعد إنساني وعليه لما انبدأت العسكريات ما أخفيك كان قلق موجود بس بنفس الوقت كان رغبة حقيقية في تحرير الفلوجة من الإرهاب لكن تعظم هذا القلق إلى المستوى التي وجدنا في حالات من الانتهاكات والتجاوزات التي تدعونا أن نعيد النظر حتى في الخطة العسكرية أو نطالب بإيقاف بعضها إلى حين إيجاد مخارج للمشاكل الإنسانية التي تواجه طب هل أنتم مع استمرار الحجد الشعبي في عملية تحرير الفلوجة في المرحلة الراهنية؟ نحن وضحنا أن عملية دخولهم إلى الفلوجة بالداخل قد تكون خطأ لا في الوقت الراهن أنتم مع بقاء المرحلة التي تسبب دخول مركز المدينة هم نفسهم الحشد وقيادتهم قالوا نحن بالنسبة أن مهمتنا انتهت سننسحب ونعتقد أن القوات العسكرية الموجودة كافية لتغطية المنطقة ولإنجاز ما تبقى من عملية التحرير وبإمكانها أن تستعين بالعشائر في هذا الجانب طب وهل انسحبت قوات الحشد بعضها انسحب نعم نعم طيب هل كانت عملية الفلوجة مخرجا عسكرية لأزمة سياسية في داخل العراق أنا أعتقد هو كانت متنفس نعم كانت هناك أزمة سياسية وحالة من الاختناق بس إحنا بصراحة يعني أنا مدى أقيم أقوله هو صحل وغلط لأنه ما ينبغي أن نستعجل في إجراءات عسكرية لمجرد أن نخرج نفسنا من أبعاد سياسية وإشكاليات لكن الفلوجة والمعركة فيها أنقذت بعض من الوضع السياسي الموجود وأعادت بعض الاعتبارات ولكن ما كانت هل كنت ساعدتك من هؤلاء البعض لا لا أطلاقا أنا بشكل صريح أنا أتمنى فعلا أن تتحرر هذه المدينة وأن تتبع الإجراءات وكنت سباق وداعي أخواني أعضاء مجلس النواب لإسناد عملية التحرير بشكل واضح بس الإشكالية الموجودة بمجلس النواب لها بعد آخر اليوم دخلت بالقضاء وننتظر حكم القضاء بهذا الإطار ما ينفعها يعني تحرير أي منطقة أو مدينة شكرا جزيلا سادة الرئيس شكرا جزيلا لكم شكرا للنقاش والتعقيب على نقطة بعيني هينضم إلينا من عمان دكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور يحيى مساء الخير وهناك نقطة لافتة فيما قال الرئيس البرلمان هي أنه ثلث من هو ملقى القض عليهم أو تم التعرف من هم ملقى القض عليهم إشارات أمنية كيف تتوقع أن تستقبل الكتل السنية والمكونات السنية في العراق هذا التصريح يعني بداية المساء الخير إليك ولمشاهدي قناة البي بي سي يعني الحقيقة القضية خارج إطار الكتل السنية أو المواطن السنية يعني هنا نتحدث ما المعيار الذي يعتمد في أن يتم اتهام ثلث هؤلاء بأنهم على علاقة مع الإرهابيين هذا إذا افترضنا أنه كانت هناك إجراءات قانونية مثل هذا الاتهام يعني نحن نعرف أنه لحد هذه اللحظة أول مرة أستمع إلى اعتراف من رئيس مجلس النواب أنه هؤلاء الستمية وثلاثة وأربعين مفقود هم بعهدة القوات المشتركة لأنه حتى يوم أمس كان هناك تقرير للجنة تحقيقية في محافظة الأنبار تحدثت عن ستمية وثلاثة وأربعين مفقود يعني ليست هناك معلومات عنهم الأمر الثاني الذي يجب أن يسأل هنا إذا كان الثلث فقط له علاقة مع الإرهابيين لماذا حتجز الثلثان الآخران ولماذا ما زالوا محتجزين حتى هذه اللحظة مفترض أنه سياق الحديث يا دكتور يجري عن أنه أولا هناك تحقيقات كانت لا تزال جارية وثانيا أنه إذا جاء هذا التصريح من رئيس البرلمان هذا يعني من وجهة نظر المنتقدين ضحض كل ما قيل في السابق أو على الأقل جل عن أن هناك استهداف لأهالي المدينة الذين ألقي القبض عليهم من المدنيين أو حتى من المصلحين العسكريين على أساس المذهب أو الطائفة لا لا كان هذا الاستهداف موجود يعني نحن نتحدث الآن عن 49 قتيلا تم قتلهم على يد القوات الأمنية والميليشيات بعد أن سلموا أنفسهم هذا مثبت الآن هناك أيضا مئات من من تعرضوا للتعذيب الشديد لدى احتجازهم لدى القوات الأمنية ولدى الميليشيات هذا أيضا مثبت والسيد سليم الجبوري نفسه عندما زار عامرية الفلوجة اطلع على هذه الوقاعة بنفسه لكن المشكلة هنا هو من يمتلك هذه الولاية لتحديث أن هذا الطرف يعني له علاقة بالإرهاب أم لا الأمر الآخر هنا عندما تكون مدينة خاضعة لإرهابيين على مدى سنتين ونصف كيف تستطعين أن تقولي أن هذا تعامل مع الإرهاب أم لا يعني عندما تكونين تحت ولاية داعش هنا أنت مضطرة للتعامل معهم حتى القانون العراقي قانون العقوبات العراقي يقول أنه إذا ما ارتكبت أي جريمة تحت سلطة معينة أو تحت ظرف معين لا تعتبر جريمة يعني خاصة أنصر الإكراف بس فيما تقول حضرتك يا دكتور يحيى نقطتان نقطة الأولى سريعا هي أنه مفترض أنه هذه التصريحات مستقامة تقارير الأمنية من سير التحقيقات وبالتالي إذا كنت تسأل عن من الذي له السلطة فهذه سلطة من وجهة نظر من تحدث وهو رئيس برلمان نقطة ثانية الحديث عن أنه هناك نية بدأت بالفعل انسحاب الحشد الشعبي من الفلوجة ألا يعد ذلك مرة أخرى ضحض لما سبق وقيل أو ثانيا طمأنة أولا بما يتعلق بالنقطة الأولى ليس من حق أي جهة أمنية أن تتولى عمليات التحقيق يجب أن يتولى القضاء هذه العملية والقضاء ما زال بعيدا عن هذه العمليات إذن نحن أمام خرق دستوري وقانوني عندما يتم اتهام مواطنين بأنهم على صلة بالإرهاب من جهات ليست لها مثل هذه الصلاحية أصلا المشكلة هنا أنه الجميع يعرف أنه هناك على سبيل المثال 34 سجن غير قانوني وغير دستوري خاضع لسلطة الجهات الأمنية لم يستطع مجلس النواب ولا السيد سليم الجبوري طوال السنوات الماضية من إغلاق هذه السجون القانونية إذن هناك تواطئ فيما يتعلق بهذه المسألة يعني عندما يتحدث رئيس مجلس النواب عن وجود متهمين بصلة مع الإرهاب هذا يعني أنه يقبل بأن تقوم جهة أمنية سواء لها صلاحية أو ليس لها صلاحية بمثل هذه التحقيقات وهذه مخالفة دستورية ومخالفة قانونية أنا بقي لدي وقت ضئيل الغاية دكتور ماذا عن انسحاب الحشد؟ تعليق أخير ليس هناك انسحاب للحشد ما زال الحشد موجودا في منطقتين على أقل تقدير منطقة شمال الفلوجة ومنطقة شرق الفلوجة وبالتالي أي حديث عن انسحاب الحشد هذا غير صحيح دكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية من عمان أشكرك جزيلا الشكر على وجودك معنا قبيل إصدار الاتحاد الأوروبي تقريره الثاني حول الاتفاق مع تركيا بشأن المهاجرين تجددت حالة الشد والجذب بين الجانبين بصورة وجد فيها كثيرون مؤشرا على مرحلة جديدة من التوتر المتصاعد أصلا بين الجانبين فرئيس الحكومة التركية تحدث صراحة عن أن بلاده لن تغير قانون مكافحة الإرهاب حتى لو أثر ذلك سلبا على مسألة إلغاء التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي في المقابل تقدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا باستقالته على خلفية تصريحات بشأن اتفاق المهاجرين التي اعتبرتها السلطات التركية غير مناسبة ما الذي يمكن لهذه التطورات أن تضيفه إلى العلاقة المتوترة أصلا بين الجانبين هذا السؤال أطرحه على ضيفية من أسطنبول المحل السياسي الأساد مصطفى حامد أوجلو أهلا وسهلا بك ومن فاريس دكتور خطار أبو دياب أساد العلاقات الدولية في جامعة السربون الجديدة دكتور خطار كيف ترى الخطوة الأخيرة أصبح واضح أن تركيا لن تغير قوانينها هناك مشكلة ثقة بين الجانبين منذ فترة وتوقيع الاتفاق الذي تم في شهر مارس أذار الماضي ما بين الرئيس الوزراء السابق السيد أحمد داود أوجلو والمستشار ميركل كان من المفترض أن يؤدي لتغيير المناخ لكن هناك في هذا الاتفاق عيوب مسائل التنفيذ مرتبطة بعضها ببعض هو مشروط لذلك تركيا قالت منذ البداية أنها لن تقبل بالتعاون حول موضوع اللجوء إذا لم يكن هناك من تأشيرات دخول لرعاياها إلى أوروبا داخل منطقة شينيكين الاتحال الأوروبي يشترط في المقابل أن تعدل تركيا قوانينها حول الإرهاب ونعرف الآن تطورات المسألة الكردية والقتال الذي يشبع الحرب الأهلية في جنوب شرق تركيا ولذلك كل هذا هذه الشروط والشروط المضادة كل هذا المناخ أدى إلى توطر مباين سفير الاتحال الأوروبي الذي أدى بتصريحات غير موفقة دبلوماسيا لكنها تعبر عن الواقع وهذا الأمر أحدث أزمة كانت متوقعة أساسا أن تحصل بين تركيا والاتحال الأوروبي نعم أستاذ مصطفى هل تركيا تبالغ في ردة فعلها أو تعلق المسألة برماتها والتهديد والضغط بها إيقاف الاتفاق أو تعديل مساره أو عدم إتمامه حتى على تصريحات من هنا هناك تصريحات لديبلوماسيا اعتبرت غير موفقة قضية ألمانيا والأرمن يعني المسألة يبدو أنها في تصاعد مستمر ولها خلفيات مساء الخير لكم والأعزاء المشاهدين والضيف الكريم تركيا اليوم هي تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي أكثر من نصف قرن وهناك عدم ثقة صراحة بوعود الاتحاد الأوروبي لأن هناك كثير من الدول التي تقدمت للدخول إلى الاتحاد الأوروبي من دول أوروبا الشرقية دخلت الاتحاد الأوروبي ولا تزال تركيا تنتظر ودائما هناك حجج وذرائع أمام دخول تركيا للاتحاد الأوروبي اليوم الشعب التركي والحكومة التركية ترى أن هناك ازدواجية معايير تجاه تركيا ودائما هناك ربما السبب الرئيسي أن تركيا هي دولة إسلامية دولة مسلمية ولا يمكن مثل هذه الدولة أن تجد مكان في الاتحاد الأوروبي وصرح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أدون أن لنا للصبر حدود كما يقولون فأننا لن نستطيع أن نصبر أكثر مما صبرنا حتى الآن اليوم التركية أو الاتحاد الأوروبي شعر بقيمة تركيا عندما كانت هناك هجمة من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ولم تستطع أوروبا استيعاب هؤلاء اللاجئين فكانت هناك اتفاقية لأجل أن تحتوي تركيا هؤلاء اللاجئين داخل الأراضي التركية بشرط أن تكون هناك رفع التأشير عن المواطنين الأتراك تركيا ترى هذه اتفاقية بهذا الشكل الفكرة يا أستاذ مصطفى هو أنه إذا كان السياق والسياق العادي الذي تبعته تركيا منذ نصف قرن كما حضرتك تفضلت وذكرت لدخول الاتحاد الأوروبي المسألة كان يمكن بها الأخذ والرد بس هذه الأزمة الواقعة فيها سواء تركيا أو دول الاتحاد أزمة صفقة والصفقة كان جزء منها ما يحدث الآن وبالتالي إردوغان من وجهة نظر أوروبا ربما يضغط في وقت لا يمكنه أن يضغط فيه بقضية اللاجئين إما أن يقبل الاتفاق أو يرفض يعني اليوم تركيا تدرك أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا وتدرك أن تركيا بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي اليوم رئيس الجمهورية التركية أرسل رسالة إلى بوتين وكذلك رئيس الوزراء التركي أرسل برسالة إلى نظيره فتركيا موجودة في منطقة هي بحاجة إلى الدول الجوار وأيضا الدول روسيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا هم بحاجة إلى تركيا يعني الأمور لا يمكن أن تأخذ بشكل أبيض أو أسود اليوم حتى رغم التصويت في البرلمان الألماني على ما يسمى بإبادة الأرنب الأرمن هناك تسريبات بأن تركيا ستوافق على منح ألمانيا ما طلبته من إقامة بعض إذن صفقة سارية إذن هناك أخذ ورد خصوصا بعض التسريبات أيضا التي جاءت من القنصلية البريطانية في تركيا دكتور خطر أبو دياب الأول هل تركيا بالفعل تضغط على الاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد الأوروبي يعرف أنه بحاجة إلى تركيا أكثر ما هي بحاجة إليه خصوصا لتمرير اتفاقية اللاجئين أيهما أفضل أن يتم تقديم التسهيلات من جانب أوروبا للأتراك ولا أن يعود أزمة اللاجئين ربما على ما هو أسوأ وفي هذه الحالة سيدخل على أي تحال من المهاجرين غير الشرعيين أعداد واضح أن دول كثيرة في أوروبا أصبحت غير مرحبة بها إذا شئنا قبل الدخول في سيناريوهات فضل الاتفاق الموقع يسمح لتركيا بهذه الطلبات ليست تركيا التي ألزمت الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق غير ملائم له حول مسألة التأشيرات للأتراك وفعلا الشرط الأوروبي أتى بعد هذا التوقيع بمعنى أنه أتى ليستدرك خطأ من وقع أي خطأ الألمان الآن وقعت الواقعة جرى التوقيع كل طرف يحاول بالطبع كما قلت إبراز عناصر الكوة وفي هذا الموضوع هناك تعادل نعم تركيا يمكن أن تقول تفتح حنفية سير اللاجئين نحو أوروبا اليونان يقول نفس الكلام لكن في النهاية الحدود مغلقة والأزمة ستزداد وهناك أشخاص وهناك ألاف يموتون في البحار يجب عدم نسيان هذا البعد الإنساني ليست المسألة التجارة فقط باللاجئين حصل أيضا خرق من قبل الاتحاد الأوروبي مسألة إعادة اللاجئين حسب الجنسية هو خرق لاتفاقيات جناف حول اللجوء المهم ليس الخطأ من طرف واحد لكن السيد أردوغان عبر أسليبه وأيضا هذا السفير الأوروبي عبر أسلوبه هذه الأسليب لا تحل الأمور هناك مشكلة لاجئين العام 2015 شاهدة أكبر عدد لجوء إلى أوروبا إذن هناك حاجة متبادلة لتعاون جدي من دون خلفيات بس من قراءة حاضرتك وقراءة الضيف في تركيا واضح أنكم على ذات القدر من التشاؤم أن هذا التصعيد من الجانبين لن يفضي إلى شيء هل حضرتك بصراحة لازلت ترى أفقا لأن يطبق من جانب الاتحاد الأوروبي ما تعهد به في اتفاقه مع تركيا نعم أظن خاصة مع تصاعد الهجمات الإرهابية ومع الوضع السيء داخل الاتحاد الأوروبي لن يكون ذلك مقبولا وتركيا أيضا بالنسبة لكرمتها الوطنية لن تقبل وهذا يعني سنعود إلى المرحلة الأولى إلى المربع البدء وأزمة اللاجئين خلال هذا الربيع وهذا الصيف ستحتدم أكثر نعم أستاذ مصطفى بما أن حضرتك ذهبت إلى أن تركيا بحاجة إلى الاتحاد كما هو بحاجة إليها واضح أن بعض الدول تمارسوا ضغطا مسألة رفض التام لتعديل أي قوانين هل هذا مسألة يمكن إعادة النظر فيها مع تغيير الحكومة ورئاستي؟ اليوم تركيا هناك حرب ضد الإرهاب في جنوب شرق التركيا في هذه الفترة لا يمكن للتركيا أن تقوم بهذه الطلبات وبتغيير هذه القوانين في حين أن نشهد أن البرلمان ربما يقر في القريب العاجل بقرارات تمنح الجيش سلطات استثنائية على عكس ما يتطالب به الاتحاد الأوروبي لأن تركيا ترى أن هناك مشكلة تهدد الأمن القومي وهذا كله بسبب السياسة الغير واضحة للاتحاد الأوروبي ولأمريكا تجاه ما يحصل في سوريا تركيا نظرت للأزمة في سوريا على أنها مسألة إنسانية وفتحت الحدود للاجئين السوريين اليوم تحتوي أكثر من ثلاث ملايين مواطن سوري على أراضيها لا أرى أن هناك تشاؤما كبيرا في هذا الموضوع وأنا أرى أن هناك سيكون حلا لأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا وتركيا تعرف كيف تحاول أن تبقي جسور من التواصل رغم الاختلافات كما رأينا بالسياسة مع روسيا نعم من إسطنبول المحلل السياسي لأستاذ مصطفى حامد أغلو أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الحوار والشكر متجدد لدكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السربون الجديدة من باريس شكرا لكم تحذير شديد اللهجة إلى المنتخب الروسي لكرة القدم ومشجعيه تمثل في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريم روسيا 150 ألف يورو والتهديد بطردها من البطولة إذا تكررت أعمال الشغب مرة أخرى هو القرار الذي تم اتخاذه على خلفية الاشتباكات التي حدثت عقب مباراة إنجلترا وروسيا يوم السبت الماضي بمدينة مرسيلي هذا القرار تم الكشف عنه بالتزامن مع قرار السلطات الفرنسية ترحيل مجموعات من المشجعين الروس بسبب نفس الاشتباكات هو الإنذار الأخير لروسيا ومشجعيها يتمثل بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إلغاء مشاركة روسيا في بطولة كأس أمم أوروبا الجارية بفرنسا مع وقف التنفيذ وتغريمها 150 ألف يورو بسبب ضلوع مشجعيها في أعمال الشغب الاتحاد قال في بيان له إنه سيتم تنفيذ قرار الاستبعاد إذا تكررت مثل هذه الأفعال داخل أي استاد في أي مباراة متباقية للفريق الروسي خلال منافسات البطولة حسب ما جاء في البيان الشرطة الفرنسية بدورها وجهت الاتهام إلى 150 من مشجعي المنتخب الروسي بالضلوع في الاشتباكات التي حدثت عقب مباراة إنجلترا وروسيا السبت الماضي بمدينة مرسيليا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من جهته أعرب عن مخاوفه من توتر أمني في مدينة ليل التي سيلتقي فيها المشجعون الإنجليز والروس لمشاهدة مباراة فريقهما في البطولة وسينتقل المشجعون الإنجليز الخميس إلى مدينة ليل لمشاهدة مباراة فريقهم أمام ويلز بينما سيكون المشجعون الروس الأربعاء في مدينة لونز المجاورة لمشاهدة مباراة فريقهم أمام سلوفاكيا وكان نجم المنتخب الإنجليزي وين روني والمدرب روي هوتسون قد حثى المشجعين الإنجليز على التصرف بصورة تليق بكرة القدم الإنجليزية إبراهيم العبادي بي بي سي للنقاش ينضم إلينا في الستوديو الكاتب الصحفي الرياضي السيد خلدون الشيخ السيد خلدون أهلاً وسهلاً بك كنا نتحدث عن أنه دائماً نلتقي في الكوارث الرياضية على أي حال كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على رغم أنه تعليق لازال على أداء سواء المنتخب الروسي أو مشجعي في المجموعة الثانية طبعاً هما سيكونون تحت ضغط كبير جداً لعدم تكرار هذا الأمر ولكن في الواقع قرار اليويفة أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو مع وقف التنفيذ ولكن إذا تكررت العنف أو تكرر العنف أو الشغب داخل الملاعب رغم ما عرفنا بالأيام السابقة كان كثير من أعمال الشغب والعنف كان خارج الملاعب وبالتالي وهذه ليست المرة الأولى روسيا تطورت في مثل هذه الأفعال كان في يورو 2012 التي أقيمت بولندا وأوكرانيا نفس الشيء تكرر في ثلاث مباريات في كل مباراة من المباريات الثلاث التي لعبتها روسيا كان هناك حالات شغب إشعال ألعاب نارية اعتداء أو تلفظ عنصري على لعبين تهجم على رجال أمن وبالتالي غر من نحو 180 ألف يورو في البطولة الماضية ومع ذلك لم تكن هذه العقوبة رادعة وبالتالي سؤالي لحضرتك خصوصا أن المنافسين أقوياء ربما في المجموعة باستثناء سلوبيكيا سواء انجلترا أو ويلز يعني منافسا قويا للغاية أمام روسيا نعم هو يعني الشيق الكروي بعد هذا مثل هذا الإعلان يعني يأتي في المقام الثاني يعني اليوم نجم المنتخب الروسي تزوبيا خرج وقال يعني لماذا نحن نتحمل فقط مسئولية عندما تكون هناك مشكلة يجب أن تنصف هذه المشكلة ويضع بعض اللوم على الجماهير الإنجليزية وبالتالي هو يحاول يعني المشكلة مع الروس أنهم يحاولوا الدفاع عن الأمر وعدم الاعتراف على عكس الإنجليز نحن نعرف الإنجليز هم عربوا يعني الهوليغانز والشغب بالسبعينات والثمينات حتى الكثير من الشغب الروسي أو المشاغبين الروسي يعتبرون أنهم قدوتهم هما الإنجليز بسينا خاوف من أنه ما حدث من جانب المشجعين الروس حدث داخل الملعب وقبل انتهاء المباراة من جانب المشجعين الإنجليز كانت المسألة في الخارج وبالتالي كانت تحت سيطرة أو تحت اللواء أو مضلة الشرطة الشرطة أو الأمن نعم هذا صحيح ولهذا كان قرار اللواء فأن العقوبة سيمنع أو يحرم من المتخب الروسي من تكملة البطولة إذا وقع الشغب داخل الملعب مرة أخرى من الشغب لن يكون فقط بالاعتداء إنما بإيقاد شعلة نارية برمي أي شيء على الملعب اعتداء لفظي على لعبين أو حكام أو رجال أمن وبالتالي هذا سيكون كافيا لإيقاف روسيا عن تكملة المشوار في البطولة لماذا الحديث كله جارا عن المشجعين الروس والمشجعين الإنجليز في وقت حدثت مناوشات أيضا بين المشجعين الأوكرانيين وبين المشجعين الألمان هو بالواقع بسبب الماضي لكل المشجعين الإنجليز معروفين بشغبهم بالسابق رغم أن الإنجليز قاموا بخطوات إيجابية كأنا أتكلم على المسؤولين معروف بسلق واته في المباراة ليس فقط هذا وإنما منعوا الكثير من المشغبين المعروفين كبار الهوليجينز من ترك بريطانيا وذهاب إلى فرنسا وبالتالي هما استبقوا الأمر ومنع خطوة تصاعد هذا الأمر ولكن الروس لم يفعلوا ذلك رغم أن الروس عليهم أن يحصلوا على تأشيرات شنجل للدخول إلى فرنسا ومع ذلك سمح لكبارهم وهم طبعا مثل المدعي العام في مرسيلة قال هناك 150 روسي مدرب أعلى تدريب كانوا يرتدون ملاب السوداء يضعون واقل الفكوك وبالتالي كانوا مدربين أعلى تدريب كانوا جاءوا فقط للحرب للقتال وليس لحضور المباراة هذا يعني أنه ربما هذه العقوبات لن ترضع على الأقل عدد من المشجعين أو فصيل من المشجعين إذا ما استبعدت روسيا فعلا كيف يؤثر ذلك على أداء المجموعة وبالتالي على أداء البطل ستبنطي أجه أعتقد أنه لأنه النظام جديد أنه ربما قد يتأهل ثلاث فرق إلى الدور التالي فربما كي يحسبوا ماذا سيفعل ثلاث فرق إنجلترا وويز واسلوباكيا فسيحسبوا بقية المجموعات الخمسة الأخرى على أنها ثلاث فرق ستشتب نتائج الفرق أو ستشتب فقط حسابيا في النهاية الفرق صاحب التلقاع وبالتالي يروا من الفرق المتاهل الأول والثاني إلى جانب أربع أفضل مراكز وإذا بقي روسيا في ثواني تتوقع أن تكون هي في الأول أو الثاني أو التوالد؟ نعم أتوقع هي من أحد الثلاث الأوائل التي ستأهل للدورة الثالثة شكرا جزيلا لضيفي الأستاذ خالدون الشيخ الصحفي رياضي والكاتب طبعا في الستوديو شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ خالدون إذن تعونا ننظر إلى مباريات الغد مباراة المنتخبين الروسي والسلوفاكي هي إحدى ثلاث مباريات تشهدها بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم غدا في بداية الجولة الثانية من منافسات المجموعات مفادنا إلى البطولة محمد سيد يستعرض الموقف الحالي لفرق المجموعات الأولى والثانية مع بدء الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس مم أوروبا يبدو الموقف المجموعة الأولى لصالح فرنسا حتى الآن فبعد الفوز بصعوبة المباراة الأولى على رومانيا بهدفين لهدف أصبح منتخب الديوك الفرنسية في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويليه المنتخب السويسري بثلاث نقاط أيضا بعد فوزه على ألبانيا بينما تبقى ألبانيا ورومانيا في المركز الثالث والرابع بدون رصيد وتدخل فرنسا اختبارا سهلا عندما تلعب مع ألبانيا في الجولة الثانية على ستاد مارسيليا بينما ستسعى رومانيا لتعويب خسارتها في المجموعة الأولى عندما تلتقي سويسرا على ملعب حديثة الأمراء في تاريس وفي المجموعة الثانية يبدو الموقف صعبا على المنتخب الروسي الذي يلعب في مدينة ليل مع سلوفاكيا روسيا تحتل المركز الثاني مناصفة مع إنجلترا برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما في مارسيليا بينما تدخل ويلز مباراة الخميس أمام إنجلترا في لونز وهي على خدمة المجموعة برصيد ثلاث مفار إذن هذه نهاية للعالم هذا المساء لهذه الليلة غدا زميل جديد يلقى حضراتكم في السادسة بتوقيت جرونتش تحياتي إلى اللقاء تحياتي إلى اللقاء تحياتي إلى اللقاء تحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة